الأهل والنصر الحال قبل اليوم كان من بعضه لكن التجاوب كان مختلف الأهلاويين استوعبوا الدرس من رابع جولة ففكروا وقرروا ثم نفذوا بقروس أما النصراويين ففكروا ثم ترددوا ثم اجتماعوا ثم قرروا استمرار زوران وبين قوميز وزوران كانت شعرة معاوية للإقالة أحدهما فعلها والآخر ينتظر المشرى التقرير يحكي حالهما بقيادة أو بأنامل المبدع عبدالله صرحان اختلفت الأراء والانتقادات واختلفت وجهات النظر وجمهور عاشق لا يرضى إلا بالقمة ورجال خدموا في القلعة من أجل التاريخ في أول الموسم جلبوا السوبر ورفعوا الرهية بلقب أبطال الثلاثية وعادوا إلى جميل ليواصلوا حصد الألقاب والتربع على عرش الذهب بل أن دافع الروح افتقده اللاعبون في أرض المعارك والبحث عن الإجابة يبدو أنه اتضح كوميز أتى إلى الكتيبة الخضراء ليستلم مهمة البطل ويحافظ على المجد وإكمال مشوار الذهب بدأ مع القلعة بتتويج كأس سوبر لندن بالانتصار على جاره الهلال وعاد إلى الاختبار الصعب في بداية مشوار الدوري الذي انطلق بأول لقاءاته مع الراقي وخرج بربعية تعطي دافعا قويا لديه وندى جنوده بل أن الليث الأبيض وقف أمام مسيرته وخطف منه ثلاث نقاط ثمينة ومن هنا بدأت الآراء في اختلاف كبير وبدأ صوت النقاد يتعالى وأصروا على الصبر والانتظار عن ماذا سيقدم كوميز لأبطال الثلاثية في لقاء العميد نفذ صبر العاشقين وهتفوا له بالرحيم مجلس الإدارة بحث في أروقته ولم يجد إلا إدار قرار بإقالته من أجل المحافظة على مشواره البطولي ولم يجد مجلس الإدارة الحلول في البديل إلا الراحل الذي أعاد عرش التاريخ إلى القلعة أتى في أذهان كل محب لهذا الكيان بجلبه مرة أخرى ليكمن مسيرته الحافلة بالإنجازات عاد جروس إلى أرض تاريخه واستلم مهمته عاد ليجلب المزيد من الألقاب عاد ليزرع الروح بين الجنود والعشاق أهلا بعودتك إلى ناديك وجمهورك عاد الها وعاد عاد الها وعاد عاد الها وعاد عاد الها وعاد أنا من أجل واحد تجنفت العرب وبقيت وحدي حبيت التباعد ولا فكرت قطوش عاد بعدي أنا من أجلي وعا القصة لم تنتهي بعد ظهر لنا وجه آخر مهدد أيضا بالرحيل يا للعجب من بعد سلسلة إقالات المدربين من الهلال والفتح والأهلي زوران ماميتش المدرب الكرواتي لنادي النصر وضعت الإدارة خطا أحمر على ما قدمه وعددت برحيله لنتيجة الإخفاق الذي يواجهه الفريق وذهب الروح من اللاعبين ولم يصدر أي سبب مقنع من القائد في رصيده اثنان من الخسائر اثنان من رصيد الانتظار مجلس النادي أجبر على أخذ قرار وحيد وهو الانتظار عن ماذا سيقدم موسم جميل حافل بالإقالات والتعاقدات مع المدربين اللفذ الصبر من بداية المشوار أم كان الوضع يحتاج لمشرة الخبير من البداية أسئلة إجاباتها قادم الأيام ترجمة نانسي قنقر